طيب هنحكي مقدمة بسيطة كيف تعمل كلاس وكيف تعمل اوبجيكت منه واش الفكرة من الموضوع كله تفقنا انه الكلاس هو عبارة عن البنية الاساسية وبتقدر تعمل منه اكتر من نسخة بمعلومات مختلفة وكل نسخة بنسميها اوبجيكت طيب ايش اللي خلاهم يسعوا للكلام هذا في الجافا قال لك يا سيد العزيز انت عملت اللي دالة انت عملت دالة بالشكل هذا الدالة بتجمع رقمين وبتروح بتستديها انت هنا قال لك لو انت عندك برنامج كبير البرنامج هذا بيتعامل مع الدوائر وبيتعامل مع المربعات وبيتعامل مع كل الدنيا البرنامج هذا هيكون في كمية دوال كبيرة طيب لو انت في كلاس واحد كتبت كمية الدوال هادي هيكون لكلاس عشجة كيف يعني يعني هيكون مليان يعني هيكون هنا دالة وتحتي دالة وفقي دالة هيكون كمية دوال كبيرة موجودة قدامك طيب ايش بدك تسوي في الحالة هادي قال لك احنا ممكن نجيب لك حل انك ترتب كودك كيف يعني؟ قال لك يا سيدي روح اجسم الدوال الخاصة بالكلاس الدائرة حطهم في كلاس اسمه دائرة اجسم الدوال الخاصة في المستطيل حطهم في كلاس اسمه مستطيل زي ما هنا جسم الدوال الخاصة بالسترينج حطهم في كلاس اسمه سترينج زي ما جسم الدوال الخاصة بالسيستم حطه في كلاس اسمه كذا زي ما جسم الدوال الخاصة بالرياضيات حطه في كلاس معين قال لك انت جسم شغلك وعمل كلاسات مختلفة طيب جميل جدا. كيف بدنا نعمل كلاسات مختلفة? بتيجي هنا بتنشئ كلاس جديد بدي اسميه مثلا سيركل. السيركل هادي بدي اعمل نفس الابجيكت النفس الكلاس اللي موجود هنا. قال لك السيركل هادي فيها خصائص معينة. ايش الخصائص تبعتها? قال لك الخصائص تبعتها واللون. كيف يعني? عرف مثلا بدي اعرفه بتقول له تمام? وبتقول له سوري. ريدياس. وبتقول له مثلا سترينج كالر. اللي طلب منك البرنامج قل لك يا عم الريدياس بدي يكون رقم عشري واللون بدي يكون ناص. جميل. انت الان صارت معرفة عندك سيركل. كلاس السيركل صار موجود ومعرف عندك. جميل. كلاس السيركل هذا انت بتقدر تعمل منه نسخة وبتتعامل معها زي ما بدك. يعني انا ممكن هنا خلينا نشيل هذا. انا ممكن هنا اجي احكي له مثلا سي بدها تساوي هيك انا عملت نسخة من تبعتي. طيب كيف انت بدك تعطي النسخة المعلومات الخاصة فيها.